توقف توقف أنت وهو عن اللعب بالمياه أه لا تقدرون قيمتها إن رب موسى لم يغضب على مياهنا كما غضب على مياه فرعون وقومه إنهم ضمء منذ أيام عدة هيا هيا ابتعد ابتعد عنهنا وتوقف عن اللعب بالمياه ماذا الذي يحدث؟ ماذا الذي يحدث؟ إنني أرى العجب العجاب من هذه المياه لقد تحولت إلى دم مولاي أخبرني ماذا فعلت؟ لا شيء إن المياه أصبحت دماء ولا تجدي معها أي تركيبات لكي تعود إلى طبيعتها إنها دماء بكل ما في الكلمة من معاني أيها الكاهن الغبي إن السوائل لن تجدي معها إن المياه قد أصابها سحر موسى اقرأ عليها بعض ترانيم الآلهة كي ينفك هذا السحر لا يستطيع السحر أن يفعل بها أي شيء إنها معجزة إنها معجزة والسحر لا يأتي بالمعجزة معجزة من رب موسى أليس كذلك؟ مولاي لقد أصبحت بلا علم أيها الكاهن أمام علم موسى لقد أضعفك وكشفك أمامي إن موسى ساحر وسينقلب سحره عليها لقد أمر المياه أن تذهب إلى بيوت عبيد بني إسرائيل مياها رائقة وأمرها أن تذهب إلى قصري دما لقد جعلني موسى عطشان أنا فرعون إله مصر عبد يمنع عني المياه لماذا توقفت أيها العبد؟ ماذا؟ مياه؟ نعم لدي الكثير منها اتركني أذهب إلى البيت كي أحضر لكما بعضا منها اتركه يذهب وماذا لو علم فرعون بالأمر؟ فليعلم أنه لا يستطيع أن يوفر لنا الماء هي أذهب لتحضر الماء ولكن لا تتأخر وهل سأكمل العمل بعد أن أحضر لكم المياه؟ ألا تريد أن تكمل العمل؟ سأصنع بكما معروفا وأنتما تصنعان بمعروفا وتريحان اليوم من العمل يا لك من عبد داهية ماكر اذهب وأحضر المياه وسوف نريحك اليوم من العمل ما الذي أتى بك مبكرا اليوم؟ لقد ساومت جنديين من الحراسة على أن آتي لهم بالمياه لكي يشربه في مقابل أن أرتاح من العمل بقية اليوم يا لها من صفقة رائعة إنها حق المياه اللعنة عليك أيها العبد وتحولت المياه التي في يد الجندي إلى دماء عندما وصلت إلى فمه بقدرة الله واجتمع فرعون بآله ورجاله وخلص رجال دولته إلى أن الحل في يد موسى وذهب الرجال إلى موسى 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 وقال الرجل وعاد وزاد وبكى وانتحب وتوسل إلى موسى أن يخرجهم من هذا العذاب وأقسموا وأغلظوا الأيمان بفعل الوعد هذه المرة وبرروا هذا بأنهم لا يقون على شيء آخر يأتي من عند موسى فلم يعد في أجسادهم القوة ورفض موسى ولكنهم ظلوا يتوسلون إليه حتى راضي عنهم ودع الله أن يزيح عنهم العذاب ما أجمل المياه شكرا متى الخلاص يا موسى متى تخرجنا من مصر متى 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 عمت مساء يا أسيا عمت مساء يا فرعون كلما ذهب عننا الغم أرى السعادة على وجهك لما لا أكون سعيدا؟ ولكن هذه السعادة تشرك قليلا وتغرب كثيرا عن وجهك أنني إله وبياد الغروب والشروق هل ستفي بوعدكم لموسى هذه المرة؟ لم أعده كي أفي بوعدي إذن فهناك آية قادمة يقذف موسى ما في جعبته من أعمال السحر إن موسى ليس بساحر إذن فهو نبي الله نعم وهذه الأسحار من عند ربه إن الله حرم السحر على عباده فكيف به هو عز وجل؟ إن يكن هناك إله لموسى فكيف يعطي رسالته لعبد من عبادي وأنا موجود؟ إن أنا آلهة مثل بعض ونفهم بعضا أكثر إن إله موسى لم يحسن لاختيار من الأفضل لنا أن نترك العبيد لموسى يوجد إله بدون عبيد؟ أم أنني لست إلها؟ ألست بإله؟ أجيبيني أترك ذراعي يا ربنك الحبيب موسى لمن الغلبة؟ وستعرفون جميعا من هو إلهكم وعلم موسى وهارون بالحادثة وبشره موسى بأن كل من يمت وهو يعمل فهو عند الله شهيد وجزاؤه الجنة التي وعدها الله لعباده إننا لا نريد الجنة إننا نريد الخروج من مصر لقد دعوت ربك أن يزيح العذاب عن المصريين واستجاب لك ربك بعد أن وعدك رجال الدولة للمرة الخامسة أنهم سيتركون هنا لك ولم تتعلم من الدرس يا موسى إنك تحمل ذنبا في رقبتك يا موسى افعل شيئا حتى نخرج من هذه الأرض أرهم أكبر حيالك ألا تستطيع قتلهم؟ لك الله يا موسى إنك تدعو اليهود لدين الله الحق منذ سنين ويخرج عبد من عبيد بني إسرائيل ويقول لك أرهم بعض حيالك افعل شيئا حتى نخرج من هذه الأرض هيا 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 يا موسى هيا وذهب موسى وهارون إلى فرعون وملئه كي يطلب منهم تنفيذ الوعد كفاك ألاعيب أيها الساحر لقد فاض بي الكيل منك أصدقت أننا نؤمن حقا بأن ما كان يحدث من آيات هي من عند ربك؟ أصدقت أننا نؤمن بأن لك ربا؟ إنك إلهنا جميعا يا فرعون أخبر هذا العبد الفقير الذي يرتدي الخشن من الثياب ويأكل فتاة الخبز التي تتساقط من أفواهنا وينام على أخشن الأسرة أن الآلهة تنام على ريش النعام وتأكل أحسن الطعام وتلبس ما غلى وندر بلا بلا يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون ما الفرق بيني وبين موسى؟ ألست خيرا من هذا الذي هو ضعيف وفقير؟ لا يرتدي حتى أسويرة ذهبية في معصمه أو قرطا من لؤلؤ؟ ولا نكاد نفهم منه الكلام بسبب لثغة لسانه ويأتي معه برسول كيف لرسول أن يأتي برسول آخر؟ لقد أفهمك يا موسى أمامنا ومن الأفضل لك أن تخرج أنت وأخوك إن إلهنا فرعون فصيح اللسان وكيف لا أكون فصيح اللسان؟ أليس الكمال للإله؟ هيا، هيا أيها العبد الفقير أغرب أنت وأخوك عن وجهي فإني قد غضبت عليكما وستريان عاقبة غضبي وخرج موسى وهارون من القصر وكان موسى في هذه المرة شديد الغضب وقد تضايق أكثر من رجال فرعون الذين كانوا يأتون إليه متوسلين لكي يدعو الله أن يزيح عنهم الغضب ودعى موسى ربه بعد أن خذله آل فرعون للمرة الخامسة